اليوم ان شاء الله سنتقسم معكم ألد و أسهل و أسرع ما يمكن تحضروا للقوتي هكا تعملوا هذا الاقتراح وتحتفضوا به و سنفعكم بثاف الفطر و القوتي وحتى مع الوليدات اقتراح اللي رائع جدا فأول حاجة أخذت حمضة حكيت القشور ديالها حطيتهم هكا على جانب و ذاك العصر ديالها وضعت إليه نصف كأس من الحليب الدافئ كنخلطوا داك العصر ديال الحامض مع الحليب كنحصلوا على واحد القوام بحل ياغورت لين كنخلطه يعني هاد الحليب هادا بحله كيريب و كيجي رائع جدا كنخلطه و نخليه على جانب طبيعة الحال كنغلقوا عليه غير على ما نوصلوا لي فهاد المرحلة لابغيتوا ما تعملوا هاشي عملوا الياغورت ياغورت بوزن 110 غرام في إينا إن شاء الله غادي نوضعوا جوج حبة من البيض تقدروا تخدموا في إينا أو تخدموا في خلط كهربائي عندكم الإختيار بالنسبة للمكونات السائلة فوضعنا جوج حبات متوسطين للحجم بحررة المطبخ غادي نوضع ثلاثة ديال معالقة السكر إذا بغيتوا يجيوكم حلوين طبيعة الحال زيدوا ثلاثة ديال معالقة أخرين قشور حمضة فالقشور ديال الحمضة كاملة بش كيجي داك المادق ديال الحمض معزز كنخلطوا جيدا هاد السوائل فأنا في الأول غادي نخلط غير بالخلاط ليداوي لهذا قتلكم بغيتوا تخلطوا بخلاط كهربائي ممكن من بعد ما خلطنا حتى تبدأ كي يبياد لنا البيض غادي نضيفوا كأس إلا ربع من الزيت كأس إلا ربع ما يعادل 130 غرام كنخلطوا بشكل جيد ثم غادي نضيفوا الخليط ديال الحمضة والحليب اللي ما شاء الله كنحصل عليه بحل ياغورت كيسباح عاقد كيعطي واحد القوام اللي رائع سواء عملتوا في الكيكات او عملتوا هكا في اي اقتراح ومن بعد ما نضيفوا دك الخليط ديال الحليب والحامض نخلطوا بشكل جيد اللي عملت الياغورت تقدر تزيد قشور الحامض او قشور البرتقال او الفاني تنسيم كيبقى على حساب الرغبة ديالكم غادي نوضعوا كأس من جوز الهند او الكوك كأس واحد وهنا غادي نخلط انا بالمكسور غير باش دك الكوك يتخلط مزيان ويطلق دك التعليكة دياله كتبقى مرحلة اختيارية غير نوعياد الكوك كل مكان دك الكوك الميت دم يكون احسن مش كي جيمعلك وضعت معلقة المربة اللي ممكن تعودوها بمعلقة ديال الاسب واستمرين بالخلط حتى نساجمت مع العناصر وهنا غادي نضيف ميتين جرام ديال الدقيق مايو عدرجوش كووس وغادي نخلط كنخلطوا جيدا دقيق بعد ما كيدخل الدقيق في الخليط وما كيبقاش بين الحبيبات دياله غادي نضيفو زلافا مملوء بشكل جيد من الساميد مايو عادي الجوش كووس وانسف بالقرام تلتمية وستين قرام هاكدك كنضيفو السميدات دريجيا ضيفنا نسف الكمية وغادي نضيفو عشرة غرام من خميرة الحلويات تقريبا خميرة ونصف ضعت الاولى كلها والتانية غادي نوضع النصف ديالها تقريبا ناكك عشرات نشر جرام اذا عبرتو بالملعقة صغيرة عملو ملعقة صغيرة مملوء بشكل جيد كنخلطو الخميرة حتى كندخلوها في الخليط وكنستمرو بالاضافة ديال الساميد اللي ما بغادش تعمل دقيق بحل بزاف ديالاخوات مكي بغيوشي دقيق غادي تستغنعو على الدقيق وغادي تزيدو كس اخر ديال الكوك وتزيدو متلا نشتر خاليط بقاناق ساعدزيدو السميدة من بعد ما دخلنا الكمية ديال السميدة زلافا مملوءة كلها دخلناها كنحصلو على واحد القاوم اللي تقيلو ولكن ممكنناش ينشكلوه كيكون نوعا ما شوية خفيف غادي نخليو الخاليط ديالنا حتى كيتشرب كيصبح بهات الشكل هذا ودعب ان شاء الله عاد غادي نشكلوه الخاليط كنخليوه تقريبا ما بين عشرة حتى الخمستاشر دقيقة تكيتشرب لنا بش يعطينا الطوع اننا ننشكلوه كويرات غادي نحتاجوه ان شاء الله الكوك او السميدة او تخلطوه بالكوك والسميدة في التفنيد وغادي نحتاجوه ماء الزهر او عصر البرتوقل او عصر الحامض هكا بش ندهنوه الاياد ديالنا ونشكلوه الكويرات يعني ضروري بش ما يلساق ناشي الخاليط وتكور لنا ضروري خصنا ندهنوه الدانب بش مادة سائلة كنعاود نأكيد اما عصر البرتوقل مزهر العصر ديال الحامض او اي حاجة انتم ما كتفضله انا كنفضل هاد الانواع اما اللتشين ما الزهر كيزيدو يعطونا الماداق في هاد الحريشة على عكس اننا نلويه وبالزيت والزيت ما كيتبتليناش الكوك مزيان او السميدة مزيان كنعاود ندهني ديال وكنهيز الخاليط غير بالملعاقة فهو خفيف شوية ما كيكون شي قاسح باش هكا هاد الحريشة ديالنا كيسيحو في الفران وكيجو زوينين بحالي كنشريو تماما فكا نفن جيدا في الكوك ونقدهم بيدية ونحطهم في السينية فكي تشكلوا بكل سهولة لان اللي عجينا ما شاء الله زوينا وهكا يعني كتعطيكم يعني تشكلو هكيف بغيتو وهي معا ما شي قاسحة هي كتقدراسها الرأسها في في الطعوة دهنو يداكم بشكل جيد وعاد شكلو عاد وضعو العجم في يداكم وفندو في الكوك الحجم توما كتتحكمو انا را عيني شي شوية كبيرة وكم بغين عملهم كبارين الخصوص هادو اللي كنبغيهم اللفطر واللقوتي كنبغيهم يكون هكا شوية كبارين كيجو زوينين يعني حتى اللي كيتبعو ما شاء الله كيكون حجم ديالهم كبير كيجو زوينين لان هم هادو اللفطر واللقوتي بيتو هم هكا يتصغروا يداكم صغروا يداكم عندكم الاختيار فان را ما شاء الله عملتو كبارين خليط اللي عدتكم كيخرج لي دائما ما بين عشرين اه تمنتاش كنستمروا بنفس الكيفية كنهزم الخليط غير بالملعقة باش الأصابيع ديالي كيبقاوا نقيين ويدانا دائما دهنوهم بماء الزهر هنا وفي الآخر فانت معاكم واحد ثلاثة ديالي الحبات في السميدة ولكوك اللي خلطت معا بعضهم باش تشوفوهم كيف كيجيو السميدة حتى هي كيجي زوينة في التفنيت السميدة اول فينو حتى وما كيجيو زوينين تقدرو تخليوهم هكدك على الوجه يتشقو كيجو مشقين غزالين تقدرو هكا تزينوهم بحبة ديال الكوكو حبة ديال الزبيب المشمش هكا ليكون مقطاع حبة ديال اللوز عندكم الاختيار فمن حيث الزبيب والمشمش رضغية كيشد الحمورية فكتراسيو هكا بوحيدات ولكن من بعد ما تخرجو كتحيدو هذيك اللي طابت وكتعاوضوها بوحدة اخر اللي كتكون بقا اه طريب شكي بقلويين دياله مزيوين الخليط اللي اعتتكم اعطاني 20 حبة بهذا الحجم ما شاء الله كبير انا دائما كيخرج ليها كما بين 18 حتى العشرين هاد الخليط هادا اه دابا كندخلهم الفران مباشرا بعد ما شكناهم فران اللي سخنتهم زيان يعني الفران عندي سخون ملتحت وملفوق اه كنشعل الفران على خمسين مية وخمسين دراجة مشعل ملفوق وملتحت حتى ما شاء الله كيتحمرو كيتشقو فنفس الوقت كنفتحو كنلقوهم هاد الاحمرار مذهبين مشقين وما هادو كنتفعليهم الفران اذا كان عندكم فران غازي كيشعل غير ملتاحد فسبقو الطيب يعني حتى يتشقو مع الوجه عطلعهم الفوق يتحمرو ملتاحد والنار دائما تكون مهيلة باش كيتحمرو مذهبين وتشقو على خطرهم فهنا ذاك اللي زينت بالمشماش فنبعد ما ما تحمرو لي حيت هادوك القطع اللي عملت ديال المشماش استبدلتوهم بوحدين اخرى اللي انا كيشدو الطيب واللون ديالهم كيرجع غامق وهذا الشكل ديالهم بعد ما كنخرجوهم الفران كيجيو حريشات اللي رائعين جدا جدا مشقين محمرين واحدة رائحة رائعة جدا ديال الحامض وديال الكوك اه ما شاء الله اقتراح اللي رائع جدا اللي فطروا للقوتي غادي نقصم معاكم تشوفوهم كيف كيجوا من الداخل كيجوا معاللكين رتيطبين وبنهانين بزاف كنتمنى ان شاء الله انهم يكونوا واضحين لكم كنتمنى اقتراح اليوم يكون نالي اعجاب ديالكم طريقة ديال الاحتفاد انني كنجمعهم فعلبة محكمة الاغلاق وهكدا كيبقى ورطا ارتطبين كيبقى وزوينين يبقى لكم فقهم ما تبغيوا تجبدو منهم وهنا كنت اه اه على الغد لي يعني دازت ايهم كتر مربا وعشرين ساعة اه بغيت نزلهم باش نفطر وانا نقول اري نوريكم كيفاش كيصبحوا فماشاء الله كيصبحوا زوينين طريين كيبقى ورتطبين وانا كنعشقهم اللفطر والقوتي كنتمشيه يهم وعملتهم وتقسمتهم معاكم كنتمنى شاء الله حتى انتم متجربوهم في اعنى كيستحقوا تجرباتها اللولي يا فرسكم مع السلامة